السلام عليكم. السيبر سيكوريتي بقى من اهم عوامل بقاء اي شركة او مؤسسة حاليا. لان لو ما فيه السيبر سيكوريتي في ظل الاختراكات الكتيرة اللي بنسمع عنها والبيانات اللي بتخترق وبتسرق. فاحتمال كبير كل الشركات والمؤسسات تخترق بسهولة جدا. ده يودينا لسؤال مهم جدا جدا. انا ليه اخطار مجال السيبر سيكوريتي? اجابة السؤال ده هشاركه معاكم في فيديو النهاردة بازن الله. انزل اشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم. بصراحة في اسباب كتيرة جدا جدا تخليك تدخل مجال الامن السيبراني. لكن انا هشارك معاكم اهم اربع اسباب. واول سبب معانا وهو السلاري. طبعا بسبب الطلب العالي والعرض المخفض نسبيا للعمالة المؤهلة في السيبر سيكوريتي بيتمتع الامن السيبراني بنطاقات رواتب كويسة جدا جدا جدا. متوسط الراتب في امريكا للوظائف المتعلقة بالسيبر سيكوريتي حوالي تسعين الف دولار. يعني لو اخدت كم شهادة وعندك شوية خبرة وقدمت على وظيفة في اي شركة او منظمة كسيبر سيكوريتي ردك هيكون كويس جدا جدا. تاني سبب معانا وهو العمل عن بعد. في مجال السيبر سيكوريتي حتى قبل جائحة كورونا كان شغال لان معظم الشغل بيركز على التكنولوجيا والعمل مع الاشخاص في اجزاء مختلفة في كل مكان في العالم. وغالبا معظم شغلك ممكن تعمله من البيت. في اشخاص تانية بقى ما بيحبوش الموضوع ده. بيحب ان هم يشتغلوا من مقر الشركة او يخرجوا برا البيت ويقابلوا ناس والجو ده. عادي مفيش مشكلة ممكن تشتغل من مقر الشركة اللي انت شغال فيها. لكن جزئية العمل عن بعض مهمة جدا جدا لاشخاص كتيرة منهم انا. تالت سبب معانا وهو قلة العمالة. من اكبر فوائد الدخول في الامن السيبراني في الوقت الحالي هو ارتفاع الطلب. في دراسة الكوى العاملة للامن السيبراني في عام الفين وتسعتاشر لان في نقص عالمي في المتخصصين في مجال الامن السيبراني بحوالي اتنين تسعة مليون. فبسبب كده في نقص كبير جدا وده معناها فرصتك في العمل هتكبر لانهم محتاجين اشخاص متخصصة في المجال ده. رابع سبب معانا هو التعليم والشهادة. لحصن الحظ انت مش محتاج الشهادة في الامن السيبراني عشان تدخل المجال ده. دي عقبة كبيرة جدا قدام مصارات مهنية تانية زي انك تكون محامي او دكتور وهكذا. ومحتاج بقى انك تفضل سنين تتعلم في الجماعات وهيسة كبيرة. بعكس الامن السيبراني هتلاقي في اشخاص كتيرة جدا متخصصة اتعلموا لوحدهم. وفي ناس عملت شفت كارير من مهن تانية للسيبر سيكوريتي. لكن ده مش معناه ان الشهادة مش مهمة. لا. الشهادة مهمة. وانها تكون معاك دي بتديك فرصة اكبر انك تشتغل في اي شركة او منظمة كبيرة بسهولة. وبس كده دول الاربع اسباب بشكل سريع. يارب الفيديو كان عجبكم واستفدتم. اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة